الولايات المتحدة الأمريكية، الروس، الصين، الفرنسا، ألمانيا، مصر كل دول العالم موجودة ومشاركة بمنتهى القوة لأنه ده التحدي لأمين العام المتحدة تحدي كبير جدا كل العالم النهاردة بيتحدث عن المناخ التغير المناخ وتأثيره على العالم اللي هو كله بيتكلم إذا العالم ملحقش نرسه هيبقى عندنا عند العالم كله أزمة كبيرة جدا تهدد حياة مئات الملايين حول الكرة الأرضية بيتكلموا على هجرة من الدول 260 مليون بيتكلموا على حوالي 170 مليون منهم من قارة إفريقيا إنه التغير المناخ خلال العشر 15 سنة اللي جاية لو ما فيش تحرك من دول العالم عندك 260 مليون واحد هيسيبوا بلدهم بلدهم تتعرض لجفاف تتعرض لمشاكل رهيبة جدا منهم 170 مليون من قارة إفريقيا فقط فاحنا عندنا مشكلة كمان كقارة يعني أكينينا نقصين كمان اللي احنا فيه ولكن يبدو أن دول العالم دخل أو خلاصوا قمة العشرين النهاردة واتكلموا على التغيرات المناخية ولابد أن يكون هناك تحرك لمواجهة هذا الأمر هيروح لقمة بكرة في جلاسجو زي ما احنا بنشوف وهنشوف وهنتابع أكيد بكرة إن شاء الله أن يكون فيه تحول وتحرك من دول العالم دول العالم كان المفترض من قمة باريس 2015 إن كل سنة يبقى فيه 138 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخية طبعا عايزة أقول لحضرتكم تقريبا 70% من الرقم ده ما تدفعش تقريبا ما تدفعش وبالتالي العالم ما عندهش جدية ولكن كل النهاردة حصل بخطر عندك فيوضانات النهاردة في إيطاليا فيوضانات في أمريكا السحر الشرقي بيضرب الولايات المتحدة الأمريكية أمواج وفيوضانات فيه خسار مليارات فيه فوضانات فيه دول عديدة خلال اليومين اللي فاتوا دول لحد دلوقتي وإحنا ما بديتكلم نتيجة الأمطار الغزيرة إيه اللي بيحصل في العالم نتيجة التغيرات المناخية اللي موجودة واللي جاية والخطر القادم بيتكلموا عليه فالرئيس يشارك في هذه القمة العالمية لأن القمة العالمية هتكون عندنا السنة الجاية إن شاء الله مصر تستضيف الدورة 27 في شرم الشيخ العام القادم الدورة اللي قدامكم اللي هنشارك فيها الرئيس النهاردة الدورة 26 إحنا نستضيف الدورة القادمة وكل العالم هيكون عندنا في شرم الشيخ إن شاء الله العام القادم وإحنا نترأس هذه القمة القادمة القمة 27 هتكون عندنا إيه اللي هيتم خلال هذه القمة وصدافة مصر للقمة القادمة والترتبات اللي بتتم زي نقول لكم بدأنا ترتبات مبكرة من دلوقتي شغلين على الترتيبات هذي قمبول اللي حالكم بيشارك فيها تقريبا تقريبا قادة العالم لو مش زعيم وبالمناسبة معظم زعماء الدول مشاركين اللي مش مشارك بصفاته كرئيس بتلاقي رئيس وزراء أو مسؤول كبير ولكن معظم زعماء الدول الكبرى كلها مشاركة في هذي قمة